في ثالث عصفة ممترة تتعرض لها اليابان خلال ستة أسابيع سقط عدد من القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب الأمطار التي هطلت على البلاد وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن بعض الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين وذلك بعد أسبوعين من تعرض نفس المناطق للأعصار هاجي بيس الذي يعد الأسوأ في تاريخ اليابان واجتاحت الانهيارات الأرضية المناطق التي غمرتها المياه في مقاطعتين تشيبا وفوكوشيما بشرق وشمال شرق البلاد ما أدى إلى انهيار عدد من المنازل وأصدرت السلطة أوامر بإجلاء المواطنين من المناطق المتضررة محذرة من احتمال وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات وقبل أسبوعين قتل الإعصار هاجي بيس ما لا يقل عن 88 شخصا عندما اجتاح وسط وشرق اليابان بأمتار غزيرة ورياح شديدة كما أصيب أكثر من 300 شخص آخرين ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين ترجمة نانسي قنقر